من صبح على حضراتكم مرة تانية مشاهدينا في كل مكان وخلونا نبتدي معاكم أولى فقراتنا وكل عادة عنوين الصحف وأهم العنوين الإخبارية الموجودة في الصحافة بشكل عام سيكون معنا الكتب الصحفي الأستاذ إيهاب الحضر الأستاذ إيهاب صباح الخير وأهلا بحضرتك ونعمل عرض سريع لكل الأخبار التي ستكون معنا النهاردة ومن الشروق حكومة يونيو الثانية تبصر النور الوطن في الصفحة الأولى محلب للوطن بعد اليمين حركة محافظين قريبا الشروق في الصفحة الثانية مجلس الدولة يصر على عدم تحصين انتخابات الرئاسة ويرفض المؤهلة العالية الوطن في الصفحة الثالثة صباح يطالب دعم الدستور والنصريين ولجان لدعم السيسي في المحافظات الأخبار في الصفحة الثالثة وزير التعليم لا لإلغاء الفصل الدراسية الثاني الوطن في الصفحة الثالثة تصاعد أزمة الظلام والحكومة تحذر مقبلون على صيف اسود الوطن في الصفحة الثالثة مصر تشنخ غارة ديبلوماسية على سد النهضة وإثيوبيا ترد بتسريع البناء الشروق في الصفحة الثالثة داعش يبدأ تطبيق الشريعة في حلب وينسحب من ريفها المصري اليوم صفحة الثالثة نزير حرب بين روسيا وأوكرانيا الشروق يبتدي في الصفحة الأولى محارتك أستاذ إهاب وحكومة يونيو أثانية تبصر النور وده طبعا عن التشكيل الوزاري الجديد جديد تمام أولا صارت النور يعني الفترة ما كانتش طويلة بس الناس استطولوها هي تات أربعة تيام إنما السرعة اللي تم بيها أو اللي شاهدها أول يوم في تشكيل الحكومة خلى الناس تقول الولادة سهلة هي ولادة سهلة لسبب مهم جدا لأن حكومة تبقى فيها 31 وزير منها 20 من حكومة الببلاوي فلازم الولادة أكيد تبقى سهلة التأخير يعني العشرين وزير ما خدوش وقت أو يمكن مش العشرين وزير هما كانوا أقل من كده هما زادوا بعد اللي اعتراضت لأن كان فيه وزارات فيها وزراء هيتغيروا زي الثقافة مثلا الثقافة كان تم ترشيح الدكتور أسامة الغزالي حرب ورفض المثقفين وبالتالي فبعد ما كانت هتمقى بتنضم للنسبة الجديدة رجعت تاني بعد لفة كده إلى الوزير الدائم حتى الآن الدكتور صابر عرب طبعا هي حكومة مع سرعتها شهدت أزمات كتير وأخيرها أزمة المتو سبعين دي الأخيرة بتهم برح لأن كان المفروض الحكومة ستؤدي اليمين أمام الرئيس الساعة وحدة واتأخذ الموضوع لغاية الساعة أربعة وشوية تقريبا كان إيه سبب التأخير؟ حسب مصادر في الرئيسة وحسب ما الجرائد كلها نشرت المبناء الرسمية والمستقلة اتقال أن كان فيه اعتراضات من القضاء على اسم المرشح لوزارة العدل وكان فيه ناد القضاء هدد بتصعيد موقف معين لأن استبعاد وزير العدل السابق كان معناه اقتناع الرئيس عدلي منصور بصحة الاتهامات للوجهال والمستشار هشام جنينة بتقادي مبالغ قبل حصولها على الوزارة من مؤزارات معينة وفي الوقت الأخير تم تغيير اسم المرشح لوزارة العدل خلال الأربع ساعات دول وتم وقع الاختيار على المستشار ناير عثمان ونائب رئيس محكمة النقل فهي دي كانت الملابسات بتاعة التأخير بتاع الـ 270 دي لدرجة ان حصل حاجة غريبة جدا والحكاية انا اتأكدت منها في الأهرام على اعتبار ان هي جريدة قومية يعني محبتش يجيب من الجارة المستقلة قوي إنما العملية باختصارة قال إن في مصدر في الرئاسة أبلغ الصحفيين إن ممكن القسم يؤجل ويؤجل مش هيتحددله يعني لسه ما حددهوش معه تاني وبعدين مرة واحدة ابتدت الاتصالات لا هيحصل القسم النهارة فهي دي الحكاية باختصار يعني على كل حال بنتمنى لهم التوفيق وبنتمنى الحقيقة أن هم يحاولوا يعني أو يقدروا أن هم يحلوا ولو جزء حتى من الأزمات إنه حقيقة أزمات كبيرة جدا ما بين ميا وما بين كهرابة وما بين مشاكل كتيرة جدا الحقيقة بتواجه الحكومة الجديدة محلب للوطن بعد اليمين حركة محافظين قريبا يعني هتبقى متعبة أكتر طبعا يعني لأن الوزارة على الأقل كان فيها 20 وزير تم اختيارهم من الحكومة السابقة هل سيلجأ المهندس المهين محلب لنفس الاستراتيجية اللي هو فكرة أن أنا بشوف بقيم المحافظين الأدام ولا لا طبعا هو في مشكلة أساسية بالنسبة لنا شخصيا هي فكرة توقيت تغيير الحكومة وفي نفس الوقت فكرة حركة المحافظين يعني نحن في كل الأحوال قدام مرحلة انتقالية ستنتهي بتولي الرئيس الجديد بعد شهور وبالتالي فكان حتى كل التصريحات الرسمية قبل كده اللي خارج من رئاسة الجمهورية إنه ما فيش حاجة اسمها تغيير وزاري فيه تعديل محدود والتعديل معروف إيه ظروفه إن المشيد السيسي سيخرج ليبدأ حامل الترشحه في الانتخابات بعد ما يعلن هو هيترشح ولا لا وفيه بعض الوزارات الخالية زي مثلا وزارة التعاون الدولي اللي استقال منها الدكتور زياد باقدين وفي نفس الوقت كان فيه جدل حوالين طاهر أبو زيد ويعني فيه بعض الكلام اللي هو كان بيرشح أو بيرجح وفكرة التعديل المحدود دلوقتي احنا بقينا قدام تعديل مش محدود هو 11 وزير يعني تلت الحكومة تقريبا تتغير وحركة محافظين المهندس إبراهيم محلب فوجئ بحاجة غريبة وأعتقد أنها تتكرر معاه أثناء حركة المحافظين إن هو قابل ناس كتير وفوجئ إن كل اللي جاي مش جاي بخطة ولا رؤية ولا عنده رؤية الوزارة اللي هو مرشح بها بقدر ما هو عارف مين اللي دخل قابله قابل المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء اللي كان مكلف ساعتها اللي هو الرئيس الوزراء الحالي وابتدى يضرب في اللي قابله وإحنا عندنا وقعة ظريفة جدا على فكرة اللي هي دي وقعة بقى منشورة ومعروفة إن كان وزير الرئيس سيتم تغييره وتم ترشيح الاسم الجديد وزير الرئي الدكتور محمد عبد المطرب خد ملفات وراح قابل المهندس محلب وقال له أدي التقارير اللي على الوزير اللي انت اخترته وبالتالي فبعد نف كده رجع تاني نفس الحكاية وهنرجع لوزارة الرئيس في خبر تالي بعد كده طبعا حركة المحافظين هيبقى فيها حسب تصريحات المهندس محلب هيبقى فيها اختيار على أساس الكفاءة والخطط المستقبلية يعني أنا شايف إن المعايير حتى الآن هي المعايير اللي بتتقال في نفس الظروف يعني أول مهندس إبراهيم محلب شخص نشيد جدا وهو يمكن من الوزراء القليلين اللي كان الشارع المصري حسس بجرم الفترة لفاتل بس يفضل علامة استفهام بالنسبة لنا حتى على الأقل شخصيا في إقالة حكومة الببلاوي لأن لو قلنا غضب شعبي الغضب مستمر من زمان والحكومة نفسها قدمت استقالتها حسب تصريحات الدكتور حسام عيسى قدمت استقالتها من حقيقتها الأسابيع ولم تقبل الاستقالة فلماذا تمت الإخالة في هذا التوقيت هي نص استقالة بس واضح تماما من تصريحات الدكتور حسام عيسى اللي كان وزير التعليم العالي في بعض اللغط ولا بد من وضع توجد شغفية علشان الناس تحس ان احنا اتنقلنا المرحلة جديدة بالفعل مجلس الدولة يصر على عدم تحسين انتخابات الرئاسة ويرفض المؤهل العالي يعني مشكلة التحسين دي بقى مشكلة انا شاف ان احنا بنعيد تكرار نفس الأزمات يعني تحسين اي تحسين لأي قرارات بيعتبر يعني نوع يعني حاجة مقلقة بالنسبة لنا لان التحسين بيدي شبهة ان في حاجة ممكن تحصل وانا مقدرش اعترض عليها طب ليه طبعا هو اللي حصل ان كان فيه اجتماع مبارح بين المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية وقسم التشريع في مجلس الدولة لمناقشة بعض البنود المختصة بلجنة الانتخابات وفعلا ابتدوا يتفقل قسم التشريع مصمم على فكرة التحسين بطريقة ما وان كان المناقشة كانت على فكرة المدد وعلى فكرة ان انا ممكن اطعم في الاجراءات في القرارات بتاعتها انما القرار النهائي لا يجوز الطعن عليه وبعدها بتحط بعض المحددات او شايف ان فيه بعض المحددات اللي هي ممكن تطبط الاقاع شوية من ضمنها ان اللي يطعم يكون زو مصلحة يعني بمعنى ان يكون مرشح تاني انما ما تبقاش مفتوحة للجميع علشان ما نفجأش ان فيه عندنا مثلا مية طعن الف طعن بتتقدم فبتعوق الحكاية بتاعت ان احنا نمشي فعلا في المصار المخطط الحاجة التانية فكرة المؤهل العالي فيه شرط بيقول ان المتقدم لرئاسة الجمهورية يعني عشان يرشح نفسه لا بد ان هو يكون حاصل على مؤهل عالي وقسم التشريع شايف ان ده ممكن يطعم بعدم دستوريته انه بيعمل تمييز بين المواطنين على اساس المواقع للدرسة صباحي يطالب دعم الدستور والنصريين والجان لدعم السيسي في المحافظات يعني احنا بتدينا مرحلة مبكرة من الانتخابات الرئاسية واكيد حتى الان صباحي هو الوحيد المرشح الموجود طبعا هو مرشح محتمل لغاية الوقت المرشح بيبقى مرشح لما بيحصل على التوكيلات المطلوبة وعدد التفوضات المطلوبة انما هو على الاقل الوحيد اللي اعلن الحكاية دي وبالتالي فابتدى تحركاته مبكرا وابتدى يطلب دعم حزب الدستور بعد لقاءه مع رئيسته وشايف ان هو مبادئ حملته متقربة جدا مع مبادئ حزب الدستور واللجن اللي هي ترشح لجنة ترشح اللي هي لدعم السيسي بتادي تعمل لجن في المحافظات علشان تبتدي بردو تستعند الفكرة التوكيلات طبعا احنا المحركة الانتخابية لسه مش هنقدر نتكلم عنها كتير إلا لما نعرف مين اللي متقدم بالضبط ده تكتمل صورة يعني لسه احنا نتكلم عن مشهد ضبابي حتى الآن حقيقة وزير التعليم لقى الإلغاء الفصل الدراسي الثاني واعتقدنا ده خبر مهم جدا أنه الحقيقة أزمة تأجيل الدراسة يعني أفتكر أنها بتادي تزيد هي أزمة وأزمة كبيرة وخاصة أن خبراء التعليم وبعض يعني عدد كبير من خبراء التعليم اعترضوا على فكرة حزف أجزاء من المناهج طبعا وقالوا أن الحزف ده بيعمل كارثة وإجراء فاشل يعني أنا بقول هنا مصطلحات هم قالوها أبل كده أيوة وأعلنوها بالعكس ده في بعضهم ويمكن ده الرد بتاع الوزير على التصرحات بتاعتهم قالوا أن هم شايفين أن الحل الأمثل هو في إلغاء الترم بالكامل طبعا حتى الحل ده يدوني مبرر يعني في النهاية طبعا أنت ألغيت الترم وبعدين طيب الطالب اللي هو المفروض أن العلم تراكمي بمعنى أن أنا بأسس في أولى إعدادي مثلا علشان في حاجة أفتانية إعدادي وطالت إعدادي هتيجي على المنهج بتاع أولى إعدادي إلا إذا كنا مقتنعين إحنا أن احنا عندنا حالة من حالات الفشل وأن احنا مفيش مشاكل بالنسبة لنا اللي يتلغي يتلغي موقفة كده الطالب مش بيستوعب حاجة دي حكاية الحاجة التانية المهمة جدا هو وزير التعليم يمكن أيام ما كان في فترة الشك والريبة اللي هي ما بين وزارتين كان لسه لم يتحلل موقفه في الساعات الأولى فعمل اجتماع مع المستشارين بتوعه ومع مدري الإدارات والمدريات التعليمية وطلب منهم الاستعداد لبدء الدراسة في موعدها طبعا فيه قرارات مش بتاعة وزير التعليم يعني وزير التعليم قبل القرار بتاعة التأجيل الأخير اللي هو أجل لغاية 8 مارس قد تصريحات كان بيدي تصريحات الوقت لا تأجيل لا تأجيل وبعدين ابتدى الموقف نفسه يتغير قليلا وقال والله أصل التغيير مش قررنا ده قرار وزارة الصحة لأنه كان تكلام ساعتها منصب على الأمفلونزة المنوسمية أو الخنازير وبعدين مرة واحدة طلع مجلس الوزارة بقرارة التغيير ولم يشر من بعيد أو من خريب الأمفلونزة إنما أتكلم على فكرة حالة أمنية التأمير المطار والصيانة فأرجع تاني أقول يا جماعة عايزين شفافية احنا عملنا صورتين عشان الشفافية في عندنا حكومة أقيلة أو استقلب بدون ما نعرف الأسباب الحقيقية وعندنا وزير التعليم بيرفض التأجيل وبعدين بيجي تقرار فوقي لأسباب غير الحقيقة يعني هو فيما يخص جزء التعليم أفكر أنه محتاجين تدخل الوزارتين مع وزارة التعليم مع بدء الفصل الدراسي الثاني وهما الداخلية والصحة الاتنين لازم يكونوا متدخلين في الشق ده حفظا على أمن وأمان الطلاب من أي شيء إذا كان شيء مرضي إذا كان السبب الحقيقي في التأجيل كان مرضي أو كان أمني فأعتقد أن وزارتي الصحة والداخلية الاتنين لازم يكونوا متربطين بشكل يعني قوي جدا مع التعليم في الفترة القادمة حفظا على أمان الطلبة أرجوكم تصاعد أزمة الظلام وحكومة تحذر مقبلون على صيف السويد ربنا يوستر والله أنا التصريح ده شفت من سنتين تصريح شبيه ليه وكل حقيقة وممكن تقريبا برضو الظلام وكنا برضو بنقبل على صيف السويد وإحنا ابتدنا يعني في مناطق كتير دلوقتي على فكرة بالساعة والساعتين وهنا ده هو القاهرة فهم ببارك بالأقليم والمية كمان المية المية في أحوال كتير في أحوال كتير في الهراء وفيصل وفي أماكن كتيرة جدا شبكات المية مرتبطة بالكهرباء كان الله في عون الناس بسراحة بس في هي الحكاية باختصار هل نحن نعيد إنتاج الماضي ده سؤال مهم علشان في يوم من الأيام الثورة الثانية خلال تها السنين كانت بسبب الأزمات اللي من النوعية دي أنا شايف أن احنا حتى الآن لم نحدث جديدا الاتراوضة الفقوية هي هي الظلام هو هو فكرة الكلام الكتير قوي عن الدعم وأن الدعم يذهب لغير مستحقي نغمة بنسمعها من أيام مبارك أكيد في حلول تانية لا بنسمعها من أيام مبارك أكيد في حلول تانية كمقدمة لأشياء لا ترضينا ولا ترضينا طبعا طبعا أكيد في حلول تانية نشوف حكاية أزمة الظلام دي ونبدأ نشوف لأن هي تزبطت في فترة بعد ثورة 30 يونيو كان لأسباب لأسباب أن فيه دعم خارجي من الوقود فنبتدي نحط أزمات بتاعها حلول حقيقية للأزمات مش حلول مؤقتة وإحنا قدام حكومة جديدة المفروض أن فيها رئيس وزراء جاي علشان الأزمات 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 فهيبان هنا الفرق بالحاجات الأزمات يا رب إن شاء الله يقدروا يحلوها لأن المياه والكهرباء يعني أبسط أبسط حاجة في الحياة أبسط طلب بيطلب لأي مواطن آخر خبر معنا عشان الوقت أستاذ إيهاب من الوطن في صفحة تالتة مصر تشن غارة تشن غارة ديبلوماسية على سد النهضة وإثيوبيا ترد بتسريع البناء إحنا بنتكلم حتى الآن نحن نتكلم إثيوبيا الإسبوع اللي فات مدير سد النهضة مدير الشركة المنفذة للسد طلع في تصريحات للجرائد الإثيوبية وقال إن إحنا انتهينا من 30% من الإنشاءات وإحنا هنا كنا بنتكلم نفس الوزير اللي هو اللي كان ميشي ورجع نعم دكتور عبد المطلب قال لا وإحنا بنستبعد حل عسكري ومش بنستبعد طبعا أنا هنا مش بتكلم عن فترة حل العسكري بس لازم بقى فيه حلول عملية إثيوبيا بتكابر ومعروف إنها متعنتة ووضح جدا إن احنا كنا في عندنا نوع من أنواع الخلل الدبلوماسي في إدارة الأزمة دلوقتي الخارجية بتاديت تعمل حاجة تانية وابتدت فعلا تنطلق يعني الجولة الأفريقية اللي عملها نبيل فهم وزير الخارجية الإسبوع اللي فات كان الهدف منها أو أحد أهدفها لأن فيه هدف تاني اللي هو فكرة عودة للتحدي الأفريقي إنما كان هدف تاني منها هو فكرة حل الأزمة أو الوصول لحل المشكلة طبعا إثيوبيا بتكابر طول الوقت ومصر بتاديت تعمل حاجة تانية أنها تشوف الدول المانحة والمنظمات الداعمة وابتدت تتاجي يعني إيطاليا أعتقد دلوقتي موقفها مؤيد للموقف المصري فيه كلام على إن بيشوفوا يبقى فيه تدخل روسي نوعا ما بحيث تستفيد من علاقتها في دول أفريقيا لسبب مهم إحنا ملفنا عادل ومطالبنا مشروعة ومتصلة أو متسقة مع الاتفاقات الدولية المشكلة كيف ندير الأزمة في ظل التعنت وإيه هي فكرة الشعر الفاصلة بين الحزم والقوة من جهة وما بين الدبلوماسية من جهة أخرى حقيقي ده شيء في غاية الأهمية وزي ما حررتك قلت الحكومة الجديدة أفتكر أنه من أهم الملفات اللي بتواجهها دلوقتي هي الميا والكهرباء ودي أبسط الحقوق وإن شاء الله يعني مهانس إبراهيم محلب يكون على قد المسئولية ويقدر يحل المشاكل دي وأفتكر يعني هو بخبرته في المؤولات وبخبرته في كل الحاجات دي يعني إن شاء الله يقدر أنه هو يجد حل لكل هذه الأزمات الكاتب الصحفي الأستاذ إيهاب الحضري بشوحيك فهنا نمع لأولئك معنا النهاردة مشاهدينا الكرام بعد الفصل نستكمل فقراتنا خليكم معنا